أيضا تعلمنا من فضيلاتكم أنه يرفع عمل الليل قبل النهار والحديث يقول تُعرض الأعمال أيضا يومية للإثنين والخميس كيف الجمع بينهما؟ الحقيقة الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي أجاب عن هذه المسألة فقال رحمه الله إن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار وعمل النهار يرفع إلى الله قبل الليل هذا حديث في الصحيح نعم وعمل دي عمل كل يوم أما عمل الأسبوع الجمعة يرفع إلى الله يومي الاثنين والخميس دي عند أبي داود نعم وعمل السنة ككل يرفع إلى الله في شهر شعبان فبهذا الأحاديث تأتلف ولا تختلف وتتفق ولا تفترق نعم يعني الإمام السندي رحمه الله عليه قال في حاشيته على سنن النسائي في حديث ثابت في الصحيح واللي عند أبي داود واللي عند سنن النسائي قال أن عمل كل يوم يرفع إلى الله تعالى وعمل الأسبوع يرفع إلى الله في يومي الاثنين والخميس وعمل السنة ككل يرفع إلى الله في شهر شعبان قال وبهذا الأحاديث تتفق ولا تفترق وتأتلف ولا تختلف نعم والله أعلم جزاكم الله خيراً أيضاً تعرف عند كثير من الناس الاحتفال بالنصف من شعبان هذا جائز أم لا؟ والله هذا ليس بجائز لماذا ليس بجائز إحنا ربنا عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة أسوة حسنة وربنا جل وعلا قال وما آتاكم الرسول إيه؟ فخذوه فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا فانتهوا طيب سدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه احتفل بليلة النصف من شعبان هؤلاء رقم واحد رقم اتنين طب أبو بكر وعمر وعثمان علي رضوان الله تعالى عليهم الخلفاء الرسولين لا طب سدنا النبي عليه وسلم قال في مراهة ترمذي أبو داود من حديث الأرباد بن ساريا رضي الله عنه عليكم بسنتي وسنة مين؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الخلفاء الراشدين المهديين من بعد كما تفضلت نعم عضوا عليها بالنواجث وإياكم ومحدثات الأمور فهم لم يحتفلوا طب هم أعلم مننا بالشر واللحن أعلم هم أعلم طبعا طب هم أتقى لله مننا أم نحن أتقى طب هم أتقى طب هم أشدوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أم نحن أشدوا اتباعا أما وأنهم أعلموا وأتقى وأشدوا اتباعا ومحبة ولم يفعلوا ذلك وقد أوصانا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعهم وبالتمسك بمنهاجهم وضربهم وطريقتهم وهم لم يفعلوا فنلزم غرزهم نعم اسمح لشيركنا الكريم يعني البعض بلسان الأخر يقول يعني أنتم متجمدين فكريا هذا يطلق على المنهج السلفي يعني لأن مثلا في عادي النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لك سيارة ولا هاتف ولا طائرة وما لا غير ذلك ففكرة الاتباع في كل شيء هذا أمر جمودي كيف ترد على ذلك أقول يا أيها المبارك هذه الطائرة والسيارة والقطار والحافلة أمور دنيوية وهذه الأمور الدنيوية المحدثة هذه نحن في حاجة إليها فإن الله تعالى قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة رباط الخير فكانوا يقاتلون يجاهدون بالسيف والسهم والنصل وعلى الحصان أما الوقت الطائرة والصاروخ والمدفع والدبابة والرادار والآلي نعم فهذا من باب قولي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة موضوع المحمول موضوع الفاكس التليكس كل هذا إعداد وكذلك السيارة لكن المقصود بالبدعة أي ما هو في الدين نعم ما هو إيه في الدين في الدين وربنا ألسى نريهم آياتنا نعم آيوة فهذا من الآيات وبعدين بارك الله فيك ربنا ألف القرآن الكريم اليوم أكملت لكم إيه دينكم دينكم الأمر في الدين نعم واتممت عليكم إيه نعمة نعمة ورضيت لكم إيه الإسلام دين الإسلام دين فلا زيادة ولا نقصان في أمور الدين نعم أما أنت تصنع رادار بارك الله فيك خطة مش تستورد للأسل بتاع الفلوس نعم أو الإبرة نحن نريد أن يكون عندنا مبدعين نعم مبدعين ليس في أمر الجهاد في سبيل الله من طائرة ومدفعية وصالوخ الدباء فقط لا في أمر الطب خدت لكم أنت أزاي في أمر الصيدلة في أمر الهندسة نعم في جميع المجالات وفي شتى الخنادق نعم بهذا أمرنا خدمة لديننا ولمجتمعاتنا نعم والله أعلم أحسن الله إليكم أيضا نختم بهذا السؤال نحن دهمنا الوقت سريعا لكن بهذا السؤال نختم يعني كثير من الأفاضي من الخطباء والدعاء يقولون أحاديث تعلق بشر شعبان لم تثبت فلو تصلت الضوء على مثلها والله من الأحاديث قالوا روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل ليلة النص من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب كلب دي قبيلة نعم للقبائل ولعلك تذكر يوم أن كنا في الأمارات في مدينة اسمها كلباء صحيح فالشاهد عندي أن هذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي رحمة الله عليه سمعت محمدا ابن إسماعيل البخاري نعم يضعف هذا الحديث هذا الحديث يقال في إذاعات وعلى المنابر وعلى كرسين ومحاضرات نعم من أحيى ليلتين العيدين وليلة النص من شعبان من أحيى ليلتين العيدين وليلة النص من شعبان أحيى الله قال ويوم تهوت القلوب الإمام من الجوزي قال أنه موضوع وحديث آخر يقولون إذا كانت ليلة النص من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها الأستاذ محمد فويل عبد الباقي قال في الزوائد أن الحديث فيه ابن أبي بصرة والإمامان أحمد بن حمل ويحيى بن معين يقولان أن ابن أبا بصرة يضع الحديث وحديث أن الله تعالى يطلع ليلة النص من شعبان فيغفل للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم هذا أيضا قال عنه الإمام من الجوزي أنه موضوع وأما هناك حديث رأوه من أبي عاصم في كتاب السنة وصحح شخد الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها قال عليه الصلاة والسلام أن الله يطلع ليلة النص من شعبان فيغفر لجميع خلقه فيغفر لمين؟ لجميع خلقه إلا ده إيه؟ استثناء إلا لمشرك أو مشح أو مشح نعم اللي بيحلف غير الله أشرح ولا لا نعم وإن كان أصغر اللي بيعمل عمل يقصد به أن يثني الآخرون عليه دي رياء ورياء من الشرك نعم اللي بيطوف حول الأضرحة تقربا لصاحب الضريع شرك أكبر نعم ليذبح لغير الله ينذر لغير الله يستغيث بغير الله يوالي غير الله ورسوله والمؤمنين يبرأ من أهل الإيمان والتوحيد والسنة والإخلاص كل هذا من الشركيات فقال إلا لمشرك نعم ولذلك ربنا جل جلاله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاه وقال جل وعلا وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظلم من أنصار أو مشاح انت بينك من واحد خصام لا يحل لمسلم أن يلقى أخاه فيعرض هذا ويعرض هذا وخيره من الذي يبدأ نعم السلام لا يحل المسلم أن يهجر أخاه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيره من الذي يبدأ بالسلام فحتى تنال المغفرة من الله عز وجل من خاصمته من الموحدين من السنيين من المسلمين من المؤمنين من المحسنين عليك أن تبدأ بصلحه نعم طيب بعض المشايخ والدعاء إن واجهتوا بمثل هذه الأحريث الضعيفة التي يذكرها على المنابر يقول أنه يعني يجوز ذكر الأحريث ضعيفة واستخدمها في فضاء الأعمال هل هذا جاز الجواب من الأحاديث التي يقولونها رجب شهر الله نعم وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة وأيضا هذا ضعفه ابن حجر في تبيين العجل في فضل رجل نعم خطأ وأما أن يقول أحد الناس أنا أجذب لرسول الله ولا أجذب عليه أنا أجذب إيه؟ لرسول الله ولا أجذب عليه نقول كلاهما مردود نعم خطأ لأن عندنا من الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ما يغنينا عن الضعيف جدا والضعيف والموضوع والمضطرب والشاذ والمنكر والباطل والواهي والذي لا أصل له نعم عندنا من الصحيح ما يغنينا فلا تكذب له ولا تكذب عليه لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روه أحمد في مسنده مسند صحابه العالم أحمد شاكر رحمة الله عليه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النبي نعم أو كما قال المصطفى المختار لكن الاستدلاب الأحديث الضعيفة في فضائل الأعمال قالوا بعضهم إذا كان الضعف ليس شديدا يجوز بشروط الشرط الأول أن لا يجتد ضعف نعم الشرط الثاني أن لا يخالف أصلا من أصول الشريعة الغراء الشرط الثالث أن لا يعتقد المرء سنيته عند التلبس به نعم جزاكم الله خير ورحمة الله إليكم